السلام عليكم أخواتي ومرحبا بكم مجديد في قناتكم أخبار بلادي هذا الفيديو أخواتي كالعادة جبن لكم أخبار مهمة للغاية هل كم شافين على هذا السفير الفرنسي اللي كان في الجزائر يعني سفير فرنسا في الجزائر السابق فرنسواغويت هذا أخواتي من اللي كان سفيره وانا شافي كنا ندير عليه دائما الأخبار نقولوا بلي فيها اللوش هذا السيدي بن جاسوس يدير لقاءات سرية مع يعني رؤوساء الأحزاب الجزائريين ثم حتى الجزائر بدأت تشك فيها وسبب تغييره على أنه هو سفير لفرنسا في الجزائر هي الحكومة الجزائرية الآن خرجوا بحركة أثبتت كل الاتهامات اللي قالتها اللي قالوها الجزائريين عنه رح تتفاجأ أخواتي من هذا الشخص أيضا في الأخبار الكثير من المصادر المروقية تقول بلي في الحقيقة الجزائر هي تستورد الدلع من المروق فهل هذا الخبر صحيح؟ أيضا عدنا أخبار أخرى أخواتي يعني وشكون الآن رح يفكر في كورونا يعني شحان ذاك ما اسمعش هذه الكلمة فجأة يخرج لك رئيس منظمة الصحة العالمية يقول لك بلي ها خلاص أنك تشرفنا لقاح جديد لفيروس كورونا ويعر بزافة مش كماليفات هو وكأنها محاولة للتلاعب باش تخلي الناس تنسى ما يحدث الآن في رفح بخصوص ما يحدث في رفح خارج الجزائرين في احتجاجات والعالم كله الآن يخرج في احتجاجات ضرب رفح خلوتي هو ضرب قاسي جدا ومهم للغاية لكل من يتابع القضية الفلسطينية رح نحكي لكم علىه ضرب رفح هو أخطر شيء قامت به إسرائيل أيضا تصريحات مبثرة لإهتمام يقولها القبائل كونتر فرحات مهني صراحة أمور حتى أنا بكش عارفها وعدنا الكثير من المواضيع الأخرى اللي هنشاركوها معاكم خوتي بسح قبل ما نبدأ الفيديو هذا خوتي أرجوكم تدعمونا بالضغط على زل إعجاب اشتركونا في القناة فعلوا الجرس الأمور هذه كلها تدعمنا تصدم حاملات سينيار شكرا وبلما نطول عليكم يلا هل التفاصيل بداية ديركت في الخبر الأول خوتي دعوني نوريكم هذا الفيديو لشخص قبيلي يتحدث فيها على أحد كبار شخصيات الجزائر وهو معطوبل والناس الذي كان مغني وكان معروفا على أنه كان معارض للنظام السابق النظام ليسبق السابق يعني كان ضد الفساد والكثير ظن أنه يعني معطوبل والناس كان من الأجل الانفصالية ولكن في الحقيقة هذا الخبر غير صحيح أسمعه شيء يقول ذا القبيلي ولكن في نفس الوقت يتهم فرحات معني على أنه هو وأتباعه من قتل معطوبل والناس هاول علامتها تزير في بومباي صنص تعد دخلاتها تعد بني دولة رائف دشراتيائي هاي لك دشراتيائي تحيال جزائر من بني دولة هاول جامع الله يبارك حبي تكافو وتميساج الفرحات بهندي هالسيد لك تشوف هنا معطوبل والناس على ما تقولهمش الناس بليك أنا لي شاركت في القتيلات معطوبل ما تهضرش بأسم معطوب معطوبي وطني جزائري معطوبي ما كانش ضد ضد بلادو كان ضد العصابة اللي راهي في الحبس ونتيقى لك تهضر اليوم بأسم معطوبي كأنه معطوبي ما كيست ولا انفصالي معطوبي جامي كان انفصالي ومعطوبي كان ناصيوناليست فرحات المهني لا يمثل منطقة القبائل لا يوجد الماكس في بنيدوالا أعداء الجزائر وحوس يقسم الجزائر يعني الشخصية تقعد بينهم ضغلها حاجة فيه ما تصلح يعني ما عنده حتى كاليتي تخلي الناس تتبعوا يعني مفهمتش لكن تو موش راكم في هذا الخبار خوتي وموش راكم في الاتهامات اللي قالها هذا المواطن على فرحات مهني حول قضية مقتل معطوبل والناس خبروناكم في التعليقات خوتي خوتي نكون قاعد هاكا نحوسكم على الأخبار حتى نقع أخبار الضحك مثل زعم المروكرا يتصدر للجزائر الدلاع يعني منكم بصح خلاص على الجزائر تستوذ الدلاع من المروك بصح شوفوا كيف أغرد عليهم هذا المواطن الذكي يخوتي الجزائري أضرار بسكرة ورقوة دعان منك صح ولا قسر مش من دلاع يدخل على الموريطانيا هذا مروك يقلوا الدلاع اللي يجيكم من المروك عبر موريطانيا يعني زعم الدلاع يجينا من المروك مشي من الجزائر من المروك تحديدكم أنا في مارس في مارس ونا نتحدى فيكم من رمضان قلت لكم نتحدى واحد يخرجي وراء ليه دلاع ما عندكم شيد دلاع عندكم دلاع مش معنبي صح دك لا معندهش هنا دلاع تاج الصحراء بك شما عندها الصحراء وشو ليت اضرا وليت اضراع ما توجد في لحية لي فيها كشتاد عام القمح قد مروك كوم فلي ما عندك شين تامع معندك كم شا تاتيني لي ايانا أعيدا خاطي التجار يستعرفوا من جابوا السلعة تحهم لأنه لو كانتجيهم المرك تجيهم اغلاوي يدفع عليها الامور لهذا الرسمي يجيبوا هذا التاجر تموش راكم في الاخبار لكل دقيقة زوش تخرج وبينها كاذبة المروق قاعدة زعمة 3 الشعب التحب اخبار كاذبة على الجزائر بمناسبة 8 ياماي الشعب الجزائري يتآذر مع الجيش سبحان الله تبقى دي من الشعب الجزائري عنده الحب للجيش الكثير من الناس متفهمهاش الكثير من الناس شوفها بالليئة هذي الشيتا ومح يربح منها ولو لكن هذا الحركة اللارمي هذا اللي راهم كانوا جايزين منها ما يساوهلوش هو عامل الجيش على انه عاملهم كبشر يعني عندهم احاسيس رغم انه هو مسكين زوالي شوفوا الفيديو هذا خبتي كيف را يعطينهم يعني في السلعة بتاعو وشوفوا مشي كان عنده بزاف يعني في السلعة اولا تنشاكم في الحركة خبتي خبرونيكم في التعليقات الان بخصوص التهديدات على الوطن هاوليك واحد منهم هذا الشخص خوتي هذا فرنسوا قويات هو السفير الفرنسي السابق في الجزائر وكان ايضا سفير في السعودية يعني سفير الفرنسا في السعودية ونهاني كان يلجي للجزائر وكان يدير الاشغال والمهمات الساعة وكان دايما فيه اللوش يعني يدير لقاءات سرية مع رؤساء الاحزاب الامر هذا اغضب الجزائر كثيرا وكان دايما نقولكم عليه بلي هذا الجاسوس خوتي هذا الجاسوس لفرنسا طبعا ما كانش عندي كثير من المصادر ولكن غير من التحركات السرية تعبلي فيه اللوش الان خوتي وش هي المهمة اللي اوكلت اليه اوكلت اليه مهمة كبيرة فرنسا تعتمد على سفيرها السابق بالجزائر لمحاربة الاسلام السياسي اصبح الاسلام ومحاربته الشغل الشاغل لفرنسا التي ترى فيه تهديدا لهويتها وش كون خيرت فرنسا بش تحارب الاسلام خيرت السفير السابق في الجزائر فرنسوا هذا لانهو جاسوس خيراته بش ينجز تقرير مفصل حول الاسلام السياسي وطيار الاخوان المسلمي في فرنسا ولكن هذا العملية مفصلة غاوتي مش رح يديرها وحده وانما يقود هذا السفير السابق في الجزائر فريقا يجمع عددا من المسؤولين لتقييم نفوذ الاسلام السياسي في فرنسا وتستهدف فرنسا بالدرجة الاولى محاربة الانفصالية الاسلامية زعمة على حسابهم وفي حقيقة تحارب كل ما هو اسلام رح يبدو يهبط الجوامع يمنعو الحجاب كما شبته في المدارس رح يمنعو ثانيك الخيمار مشغل الحجاب الخيمار وكل ما هو اسلام فتموشك وخاتي في هذا الموضوع خبروناك في التريقات ويمنعو الكلام باللغة العربية في فرنسا يعني اللي يلقوا يهضر باللغة العربية يدوها الحبس ولا غيرانا قريب نسمعوها خبشي وبخصوص يعني الجزائريين اللي عايشين في فرنسا ولا الجزائريين اللي عايشين في أي منطقة في العالم الجزائر دير حركة جميلة جدا وتثبت اهتمام الجزائر بمواطنها قال لك بتعليمات من الرئيس عبد المجيد تابون السماح لأفراد الجالية الوطنية بالخارج بالدخول إلى أرض الوطن باستظهار بطاقة التعريف الوطنية فقط إلى غاية 31 أكتوبر يعني ما كان لأهجب الكوارط والبيروقراطية والمشاكل والأمراض قال لك مشي مابا حتى الباسبور اجبت الكارت ناشونال تاعك تقدر ترجع لبلادك قال لك هذا القرار يدخل في إطار تسهيل دخول الجالية إلى أرض الوطن والعودة إلى مقر إقامتهم الاعتياد بمناسبة موسم الاستيافة صراحة الأمر جميل ورانا نشوفه الآن بالجزائر تتجه نحو القضاء على البيروقراطية المشكلة على البيروقراطية ما زال قائم في هذا البلد للأسف الشديد رغم كل محاولة الجزائر يعني لأنه كان نجي ننتقد الرئيس عبد المجيد تابون أصلا هو ذلك كثير من الأمور جميلة ولكن كون زعما نجي ننتقد ننتقد النظام الحالي عدنا ما زال عدنا المشكلة على البيروقراطية ومشكلة على السيارات هذا ما كان الآن خلينا نحكي كمشا صاري في رفح وعلىها هذه أخطر عملية قامت بها إسرائيل في فلسطين وعلىها الجزائر خرجت بغضب تندد بهذا الأمر رفح خوتي وليه وقت طويلة ومذ بداية الحرب كانت هي المصدر والنقطة الوحيدة التي كانت تدخل فيها المساعدات برا للشعب الفلسطيني المحتاج يعني الجيعان الآن الآن يعني حتى المساعدات تعالى الأنر وكامل المساعدات في العالم كانت تدخل من ثمك الآن إسرائيل بدأت تقصف في هذه المنطقة على هذا المنوال مواش رح تزيد تدخل ولا لقمة تعيش للشعب الفلسطيني راح محاصر ثمك وبالتالي رح نشوفوا مجاعة ضخمة رح تحدث في غزة لهذا العالم كله الآن يتحرك وبشكل سريع الآن أمستردام كم رحكم تشوفوا هنا في هذا الفيديو خرجوا في احتجاجات لدرجة أن الشرطة مقدرش تحبسهم تحبسهم والشرطة رح يتتراجع للخالفة الاحتجاجات هذه خاوتي كانت أحيانا عنيفة في مناطق أخرى مثلا اليهود الآن أصبحوا مكروهين في العالم بأكمله فهناك ما رحكم تشوفوا خاوتي كانت هناك مجموعة تظاهر ضد جرائم إسرائيل في اليونان واش داروا هنا خاوتي هذا المجموعة لكت الظاهر ضد الجرائم إسرائيل رحوا كانوا يجروا مور السياح الإسرائيليين اللي كانوا مقيمين في أحد الفنادق معاولين يحكمهم ويبركوا عليهم ولكن يعني دخلت الشرطة كما رحكم تشوفها الآن وبدأت تفرق فيهم واستخدمت الشرطة يعني الغاز الموسيل للدموع قاع بشت بعدهم وتحمي ذو كل السياح الإسرائيليين اللي كانوا يدوروا ثمهاك لكن هذه ليست الحادثة الوحيدة في مصر مثلا عرفنا بالمواطن مصري اقتل أحد كبار الجنرالات الإسرائيليين اللي كان سائح عندهم وثانيك في الولايات المتحدة الأمريكية تم إطلاق النار على مركز يهودي في ميامي بيج وإصابة سيارة شرطة يعني الآن اليهود أصبحوا منبوذين في العالم رغم أنه مش كل اليهود لهم علاقة بما يحدث في غزة فمثلا كان الكثير في حقيقة خاطئ من اليهود ينددون بما يحدث المشكلة التعشعب الفلسطيني ليس مع اليهود وإنما مع الإسرائيليين عدت الإسرائيلي وليسوا كلهم وإنما أغلبيتهم صراحة يعني ما نديروا شرحتين ما ليش عارفين أخيرا في الأخبار وبهذا الخصوص أيضا بخصوص موضوع رفح فجأة تخرج منظمة الصحة العالمية واش تقول تقول لك باللي اي حقا يلا نعود نحييه ومش كلمات عباكم اكتشفنا لوقاح جديد لفيروس كورونا وضاد لجميع السلالات القديمة والمستقبلية ولن نطرحه للناس حتى نتأكد أنه آمن وفعال حفاظا على السلامتكم يرحم بابكم أخوتي شكونا ذكره يفكر في لقاح كورونا الآن في الوقت الحالي اللي رانانا هاضروا فيه العالم بأكمله أو مرضى بكورونا وعاود برامنه على الأقل العديد من المرات أنا نضمن لكم مرضى به أخوتي رغم أني عمري مدلت لقاح ونضمن لكم تمثالي يقال لكم تفرجوا فيي مرضى به أخوتي اللي سلك سلك واللي مات الله يرحمه اللي سلك الآن ولت عنده مناعة طبيعية يعاود يجيه كورونا يجيه حاجة خفيفا ويروح بس حاليا عاودوا جبدوا الموضوع تلك كورونا رغم أنه مات صراعا وحد ما يهتم ما مشي الطلبه كما مات في الزيرو بور ما مطلبه ولو الكثير يرى أنه هذه محاولة للمناوغة بش العالم الآن يقعد لاتي بالملاهيات هذه وينسى ما يحدث في رفح وبالتالي ما يبدوش يطالبوا إسرائيلة بالتوقف عن عملياتها في رفح لكن تهبطوا في التعليقات دائما تلقوا أعيننا كلها على رفح وعمرنا ما راح ننساوي أنتوما أخوتي واشرقوا في هذا الموضوع أيضا خبرونا لكم في التعليقات كما راكم تشوفوا أخوتي راني شاركنا معكم أبرز عنامي الأخبار اليوم وبلك ممكن ما زال فيديو آخر نشاركوا معاكم فيه المزيد من الأخبار ملا إذا أعجبكم الفيديو حد الآن أرجوكم كليكونا على زر على جل الإعجاب واشتركونا في القناة وفعلوا الجرس الأمور هذه كلها راح تدعمنا نصدى وحملات سينيار شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء